ماذا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية معنا من الخليل رائد الشريف ماذا عن عودة هذا المنسوب القلق في عودة الارتفاع في معدلات الإصابة نعم وزيرة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت عن تسع حالات تعافي في القدس والخليل وقبل قليل أعلن عن إصابة ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة من الذين أعادوا من معبر رفح لكن هناك موضوع آخر وهو الشمال الغربي للخليل منطقة بيت أولى ثلاثة عشرة إصابة خلال اليومين الماضيين محافظ الخليل قال هذه طفرة وغير مسبوقة على مستوى المحافظة أن يصاب عدد كبير من الفلسطينيين بهذه الطريقة وحتى هذه اللحظة على ما يبدو بأن المصدر غير معروف وبالتالي قال سنشدد الإجراءات والمقصود هنا ليس فقط الشمال الغربي بيت أولى والمناطق القريبة منها وإنما ربما الخليل أي قبل يوم الجمعة من الإغلاق الذي أعلن من قبل مجلس الوزراء وبالتالي نحن نتحدث هنا عن نسبة 80% قد تعافت وصلت تقريبا إلى 81.8% وهذا يعني أن هناك انخفاض في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية لكن قصة بيت أولى والإصابات التي ظهرت بها النقطة التي يجب أن نتحدث عنها وهي نقطة هامة وهو موضوع العمال الذين سيعودون بعد أيام قليلة نحن اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك وهم سيعودوا مع نهاية الشهر الفضيل وبالتالي عودت قرابة 60 ألف عامل من الداخل من الخط الأخضر ومن مدينة القدس المحتلة هذه مشكلة كبيرة عليهم طبعا أن يأخذوا بالإجراءات وكذلك على الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها بخصوص هذا الموضوع عمليات الفحص وكذلك الحجر وأنت أعلم بذلك عندما يعود عشرات ألاف العمال من القدس ودخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية من جنوبها إلى شمالها صحيح لا شك هذا يحمل لي